مع بداية فصل الصيف تتقلص ساعات تجهيز منازل العراقيين بالتيار الكهربائي ومعها تبدأ المعاناة نور الذي يسكن وعائلته المكونة من سبعة أفراد معظمهم من الأطفال في منزل صغير بمنطقة الكرادة ببغداد يعيش هذه الأيام صراعا مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المستمر للكهرباء ساعات تجهيز الكهرباء قلت حيل وبعدنا بداية الموسم والصيف يعني متنا حر يعني شعور رح نكمل الصيف كله وساعات كهرباء كلش قليلة تقليص كميات الغاز الإيراني المورد إلى العراق بمقدار خمسة ملايين متر مكعب يوميا ساهم كما تقول وزارة الكهرباء في تراجع الانتاج وساعات التجهيز تأخر بغداد عن سداد المستحقات المالية لطهران بسبب عدم تمرير الموازنة العامة حرم العراق من كميات كبيرة من هذا الغاز سبب أن تراجع أطلاقات الغاز المورد الإيراني لصالح محطات الإنتاج تم تخفيض كمية الغاز المورد للعراق بنسبة خمسة مليون متر مكعب هذا الذي يأثر على تحديد أحمال المنظومة والوحدات التوليدية وبالتالي ينعكس سلبا نوعا ما تقليص ساعات تجهيز الكهرباء طبعا هذا الآن مفاوضاتنا مستمرة اجتماعاتنا دورية مع الجانب الإيراني بغيت أن لا نقع بحرج تقليل إمدادات الغاز لأكثر من ذلك وطبعا هذا نتيجة حدم سداد المستحقات الواجبة تدفع للجانب الإيران حكومة تصريف الأعمال تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية ومع عرقلة تمرير الموازنة وقانون الطوارئ للأمن الغذائي فإنها ستجد صعوبة كبيرة ليس في توفير الكهرباء فحسب وإنما في توفير المواد والسلاع الغذائية أيضا من بغداد منتظر رشيد الحدث